طيب خلينا برضو نعرف من حضرتك إيه هي أنواع تركيبات الأسنان التجميلية والفرق ما بين المواد المختلفة اللي بتصنع منها التركيبات دي البورسلان والإيماكس والزيركن والحاجات دي طبعا هم عندنا هم ثلاث مواد تجميلية للأسنان بنستعملهم في تجميل الأسنان اللي هو البورسلان اللي هو المتحد بالمعدن والزيركن وده برضو في نوعين والإيماكس للأسنان الأمامية الشفافة وتبقى أسنان واحدة يعني سنة واحدة أو ثلاث أسنان بالكتير مش أكتر من كتر اه احنا برضو معينا صورة على الشاشة دكتور اه يعني دي مثلا حالة احنا عملناها بورسلان في ستو ميتل اللي هي بيبقى من جواها معدن ومن بره بورسلان وعليها بورسلان من بره فبعد يعني حضرنا الأسنان وكان فيها تسويسات وحاجات واللسة كانت تعبانة وقصنا اللسة وعملنا ايه حتى كان فيها علاج لللسة اه طبعا ده كل الحالات تقريب ما بنعم فيها علاج لللسة لازم وبعد دي بعد التحقيق وده الشكل النهائي اه ده الشكل بعد ما ركبنا البورسلان في ستو ميتل طب انت حالات بتختار بورسلان ايماكس مهم بقى هو بقى ان العيان يبقى في ثقة بينه بين الطبيب ويخلي الدكتور يختار له أحسن حاجة لحالته يعني اختيار الطبيب مش اختيار المريض مش كل الحالات انا مثلا ايجي يقول لي ايه لا انا عايز هاتلي اعمل لي زراعة الالماني او ييجي يقول لي لا انا عايز يجي العين اقول لي انا عايز الايماكس طب بص تلاقيه هو العين جاي سمع كلام في الميديا مع من صحاب ومن حد بتاعه ان احسن حاجة هي كذا فييجي يقول لي انا عايز كذا طب بالنسبة لك انت مش كويسة يعني انا ما ينفعش مثلا هو اعمل بريتش طويل يعني برضو لسه دي سنان لسه نحكلم عليها تاني دلوقتي حالا بس اكمل النقطة دي يعني ما ينفعش مثلا يجي لي واحد راجل البنية العضلية بتاعته قوية واسنانه كبيرة والفاكنقة وقوية وروح عامل له مثلا ايماكس اللي هو الزجاجي الشفاف الرؤية ازاي يعني ده هيستحمله ازاي لا يقعد معاه سنة سنتين وخلاص ويقصر وجسمه يوقعه كله ويرفضه لا لازم الدكتور يحط يا جماعة خطة العلاج العيان بلاش يفرض عالدكتور حل من عنده يعني انا ممكن مش لازم كمان ان انا يجي يقول انا عايزي الايماكس اللي هو اغلى حاجة يعني انت حتى كنتنفعش ايماكس اصلا لاغلى حاجة بالعكس انت ينفعك اللي هو البورسلين فيستو متال لكن لا واحد تاني اناسة صغيرة العضة بتاعتها بسيطة هنا مثلا عندنا مثلا هو فينيرز على السنان متأكلة ومتكسرة عملنا عليها فينيرز ايماكس تنفع وتنمشي فينيرز دي ايماكس اه ايماكس بص جمالها يعني ما كتفرقش عن الاسنان الطبيعية بص السنة سنة الدورانة بتاعتها العنق بتاعها دي تعمل لها الفاك كامل مش كده فوق تحت كل فوق تحت كل وطبعا بتبقى كوظيفة برضو قوية بحيث ان الشخص يقدر يأكل ويمضغ ويؤتم وكل ده التحدي اللي يبقى في الحالات دي ان انا اعمل له حاجة فعلا تعيش معاه العمر كله هيجينيك جدا لللسا حلوة جدا كشكل وظيفيا شكلا كل حاجة طب يعتني بها ازاي المريض دكتور يعني ازاي يعتني بها الفورشة السنان العادية زي يعتني بها بأسنان العادية يعني ما فيش حاجة زيادة يعني هو لو احنا بس بنزود شوية مثلا الوطر دينتال فلوس اللي هو القيط الاسبري بتاع الوطر ودي برضو واحدة تانية صورة تانية دي برضو بالنسبة للتركبات الفينيرز كمان انا شايفة فيه مكشوفة الجدور جدور عريانة فعلا ابتدت السنة هنا اللي ستتراجع فغطناها كلها برضو عشان نعدل التراجع ده وغطنا السنان اللي معاوجة وطلع البر دخلناها الجوة وكذا صورة معانا تانية برضو يا دكتور زي ما احك شايفة كلها برضو غطناها عشان نضيع كل التأكل ده ونعيد الارتفاع والعضة بتاعة الفكينيرز ومعمولة متناسبة مع الفك يعني برضو مش معمولة مثلا الأسنان الطويلة قوي برضو دي اللي بتبقى طالع موضة والهوليوود سمايل اللي هي اللي الناس بتقول عليها هوليوود سمايل اللي هي الأسنان الطويلة شكلها بشكل معين يعني حريك عاملها مناسبة للفك ده الهوليوود سمايل هي دي هوليوود سمايل ولما بنلمع السنان دي هوليد اسمايل ولما بنبايد السنان دي هوليد اسمايل لو سنانه شكلها كويس الأصل بتاعها كويس لكن لو سنانه متأكلة بالمنظر ده لازم يتعامل تجميل أسنان اللي هو الهوليد اسمايل هوليد اسمايل دي هو إيه حاجة تجارية اسم تجاري بتجميل الأسنان لشكل الأسنان الحل بنوق عليه هوليد اسمايل كلما شكلك أسنان حل أسنانك شكلها حل نقول لك أنت شكلك هوليد اسمايل طيب إزاي نكتشف أنه التركيبات دي مش كويسة أو سيئة أو أثرت بشكل سلبي على اللسة أو على شكل الفك نفسه يعني نعرف منين بص هيك التركيبات الأديمة اللي احنا كنا بنستعملها الزمان أو اللي ما زلنا بنستعملها حد النهاردة يعني هي بتبقى بتقعد فترة وبعد كده اللسة بتبعد عنها لأن بيحصل التهابات شوية في اللسة ما في شعاتنا بيحصل شوية أمراض في اللسة فتبص تلاقي اللسة بتتراجع فبتسيب الكراون أو التركيبة وتبعد فبتعري الأطراف بتاع الأسنان الجدور يبتدي يحصل تسويس يبتدي اللزء بتاع التركيبة نفسه يدوب ويفك ويجي لعيان التركيبة ماسكة من حتة وفكة من حتة الجزء اللي فاكك ده السنة بلاقيها تحتها دابت خالص ما فيش أي حاجة سنة تحتها بالعكس بلاقي السنان دي سنتين منهم كويسين وسنتين دابوا اضطر رشيل التركيبة دي وعمل عليك جزء السنان اللي دابت وعمل لها تركيبات من أول وجديد بس التركيبات الجديدة اللي هي الزركون والإيماكس والحاجات الهيجينيك دي دي ممتازة دي بتاعت فعلا العمر كله لما بتتعامل مظبوط مقاسات مظبوط معمل مظبوط تركيب مظبوط بتعيش العمر كله اشتركوا في القناة